بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ألتقي بكم للحديث عن رسائل عيد الأضحى المبارك هذا العيد الذي تنتظره الأمة في كل عام كما كانت تنتظر أيضا عيد الفطر ولكن عيدنا في هذه السنة ليس كسائر الأعياد أمتنا بل البشرية قاطبة تعيش ظرفا صعبا جدا يتمثل هذا الظرف في الوباء الذي تعرفون الذي دمر حياة الناس الذي أفرز آثارا شديدة الذي أفرز آثارا خطيرة آثارا نفسية وآثارا اجتماعية وآثارا اقتصادية كل ذلك معلوم ولكن لا بد أن نحسن الظن بالله ربنا عز وجل كما تعلمون سادتي سيداتي يبتلين بما يشاء لا بما نشاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين نسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موتانا ونسأل الله الشفاء لمرضانا ونسأل الله العافية للجميع اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة رسائل عيد الأضحى تتمثل هذه الرسائل في خمسة الرسائل الأساسية الرسالة الأولى الحديث عن حسن الاستثمار للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة في فراثين العيدة أيث مثلا لانت خمسة ثم قرانين طفرة ثم زوارو أما كاتحصام أن تسيذير ذي الوقت وعران ذي ثقوني تسيوارا أكوذ وطناكي استيذيركوذ خلقيت مرة الزاي مليح قريح مليح مبلاشيك ولكن أوها ربي إن شاء الله ذي وقي ذاين جارو أملونا في الله عز وجل أن أعيادنا القادمة ستجدنا في ظروف أحسن أذرح ما ربي ثم زورا يساعد ثين قورا ولكن مرحبا استكشار بي لابد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى الرسالة الأولى حسن استثمار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والفجر وليالي عشر هكذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم المفسرون منهم من فسر هذه الآية يعني هذه العشر بالعشر الأوائل من ذي الحجة حتى ولو انصرف البيان أو المعنى إلى العشر الأواخر من رمضان فهي عشر وعشر سبحان الله وجه الشبه بين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة هي عشر مباركات والله عز وجل قدر أن تكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان إذن هذه الأيام هذه الليالي المباركات انتعى رمضان مباركات لأنها تحتوي على ليلة كما قال ربنا عز وجل خير من ألف شهر ربي سبحانه اجعل هذه الليلة ليلة القدر مفضلة مباركة اجعل من وافقها قياما وكان في النهار صائما صيام بالنهار وقيام بالليل وافقها كأنه عبد ربي سبحانه أفضل من ألف شهر هذه هدية ربانية يعطيها الله عز وجل لمن يشاء لذلك كان تلك الليالي مباركات الليالي الليالي الأخيرة من رمضان عشر الأواخر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي رواية في الويتر يعني في ليالي الويتر ليلة 21 23 25 27 29 فكذلك هذه الأيام المباركات يعني الأيام الأولى من شهر ذي الحجة فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فيهن أحبوا إلى الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينا صور العمل الصالح اللي يحبها رب سبحانه في هذه الأيام المباركات من شهر ذي الحجة وفي رواية أخرى الحديث يقول فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاكثار من الذكر إذا عشر تاقي ثم زوارو ثم أكادننا باقورا جن ذي الحجة سعى البركات ثم قران وماكن إغدين ربي ذاغ عشر وظانين قورا من رمضان ذاغ مباركات أيغر خطر ذي قوساني وظانين قورا رمضان إلى ثلاثة سليات القدري يهضر دفلسة ربي صبحانه وعلى الزوجة كذن فيه عليه الصلاة والسلام ولكن ذاغ العشرة كثم زورة باقورا ذي الحجة ذا شو ساعة ساعة ثلاثة سيوم عارفة يحني وقاذي حج أدخل من الوقفة وقفة عارفات اللي هو كما قني بأساته والسلام الحج عارفة وكذلك تختم هذه العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة بيوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر اللي هو عيد النحر أو عيد الأضحى المض يعني ذاغ عشرة كثم زورة يفضلت أنت ربي صبحانه يفضلت أنت ذاغ نفيا عليه الصلاة والسلام خطر ذيك سنت أسنا عارفة ذيك سنت وين يؤزم السنية ما كن ربي إن شاء الله سيعفو السقوسي عدم وسقوسي دي فدون وذاغ تسوخ تمنتها شرة كثم زورة باقوري ذي الحجة سيوم الحج الأكبر يعني أسل عيد ثم قرانت يعني عيد النحر نغعيد الأضحى المض ما هي الأعمال الصالحات التي أرشدنا إلى الإتيان بها في هذه الأيام المباركة على رأسها الصلوات المفروضات المكتوبات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقودة ونريح هل تظل فيس هذي تظل ذي الوقف ماشي كانت قوسناقي في سائر الأيام ولكن قوسناقي أخصار عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى ربه وليش الخذما ريس قرف أمذان غربي سبحانه وسيف كزال غربي سبحانه ومين ريح هارزنت ظليثيس وكذلك تضاف إلى المكتوبات المفروضات النوافل بمختلف أنواعها الرواتب والنوافل القيم المختلف يعني صلاة الضحى ما تيسر من النوافل وثاقي هذه الصورة الأولى الكبرى للعمل الصالح خاصة في هذه الأيام المباركات وكذلك الذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف قال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد المعنى يس هنا دم ولا قرار ذيغفل لا يكونش من الغافلين يذكر رب سبحانه بما تيسر كقوله مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدين كفيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما تيسر من الذكر الإنسان لسانه يلهج بذكر الله مع حضور قلبه لأن أحسن الذكر هو الذكر الذي يتمالأ عليه القلب واللسان الذكر يسكن القلب ويطرجمه اللسان الذكرا يعني أحسن الذكر يقول لسي تشورة ذي الإيمان ذي الذكر ويلسي سد ينطق ترجمان وقي أحسن الذكر لذلك رب سبحانه شغدين يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة أمذان ذي اختر يعني ذكو سنقين يمزورا الأيام ذي الحجة كذلك من العمل الصالحي أيضا الصيام لمن يستطع أن يصم تسع أيام كاملة من أول يوم الأيام من ذي الحجة ومن فاته اليوم الأول أو فاته اليوم الثاني والثالث والرابع يستدركوا بقدر المستطاع يعني ينمي لا يزمر ينظمك تسع أيام بزورة أهل خير ربح وتنظم رويس عشر خطر رويس عشر ذي العيد طبعا يوم العاشر من ذي الحجة لا يصمه الإنسان لأنه هو يوم العيد لا يجوز لا يصح ولكن المقصود هي تسع أيام الأولى ونفثوا وسمزوا ورناسوا وثلاثة 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 يعني إذا لم يستطع فليكن حاضرا صائما يوم عرفه والنبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله يعني يضمع ذي رب سبحانه عز وجل بش يغفر للصائم طبعا من غير الحاج أن يغفر السنة الماضية والباقية يعني السنة الماضية والسنة القادمة المقبلة فهذا فضل من الله عز وجل صيام يوم واحد يعني أجره كبير وكبير جدا فهو مشروع استثماري بامتياز مع رب العزة جل جل وهذه هدية من هداياه جل جل ما يلا يونوري زميرانا مقارض يوزوم أسنا عرفات أسنا ويستساع سلوقفة أسنا عرفات أذي يوزوم ومذان درجال سمطوث مزي مقار كونستزمار تيس من فيعصات والسلام يصفر حاغي إذن هذه بعض أنواع العمل الصالح تلوة القرآن طبعا المطلوب هو تلوة القرآن في كل وقت وفي كل الأيام ولكن خاصة في هذه الأيام المباركة ومن استطاع أن يحقق ختمة كاملة في هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة فليفعل إذا استطاع إلى ذلك سبيلا أو أني زمار الذي يختم القرآن ذي قول سنجي ذغان أثوف قربي صلحان عز وجل على أي تحال أكا فأجذ الرسالة الأولى والرسالة الثانية هي تحقيق وتمثل مبدأ التعاون مبدأ التعاون مطلوب في كل وفي كل آن ربنا قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ربادي قرام عوان صعبة ظروف نفسية ظروف اجتماعية ظروف اقتصادية بطالة تعطل كثير من الناس وكثير من الشركات والمصانع يعني أزمة متعددة الجوانب ولكن الأجر في هذه الأيام أكبر اللي يساعد الفقراء واللي يساعد المرضى واللي يساعد اليتامى واللي يساعد الأراميل واللي يقدر يشيلهم أضحية العيد إذا كان الأمر ميسرا واللي يمدلهم مبالغ مالية لشراء يعني بعض الاحتياجات الألبسة أو على الأقل نسهم ونتعاون على تمثل هذا المبدأ لتوفير أسباب الفرح للناس للمحتاجين كيمن فرحوهم ربي فرحنا اللي يفرح الفقير اللي يفرح مغبول اللي يفرح يعني ربي سبحانه يفرحه ويبارك في رزقه وماله يبارك في صحته يبعد الله عنه الأذى والمصائب والبلايا يعني خير ربي ما شاء الله خاصة في هذه الأيام المباركات رسالة عن طبرة في السنة وها ربي ربي نحن معوان تفوز دكفوز معوان تتقدي سبعا ورفيق خاصة تقسانا جين مكاد نحن تقسانا جين تسيذير مران يو عار لنه الفقار المحتاجين للمغذان يعني ونارثني عيونا سوين مكزمر أثني الصفرح أك نثني الصفرح ربي أثني الصفرح وسيف كربي الفراك ذي زمر ثي غوين يس ذي رزقي ذي الشي أك وذي بعض ربي فالله سوال ثوال المصائب ذي ذي الهموم كتلوفان ورعني الخام ذي السولا هذا مبدأ لابد أن يكون حاضرا معنا باستمرار ونحضر معه باستمرار هذه هي الرسالة الثانية الرسالة الثالثة تتمثل في يوم العيد صلاة العيد عيد الأضحى المبارك إثمثنا في ستمثين العيد ذي أم قرنا من العيد النام شطوح يسادي ظروف كي وارا ذي صلاة العيد صلاة العيد يؤديها الإنسان الناس وإما يؤدونها فرادة أو جماعة كلاهما صحيح ركعتان الركعة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام بما فيها تكبيرة الإحرام يعني سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام والركعة الثانية ست تكبيرات بما فيها تكبيرة القيام يعني فظلي في العيد سنتركها في الساعة إما تظن مثل فرادة كل يونذي الظل وحدث نغي صلي وجامعها كحني دخل الأسرة واحد من الرجال يتقدم الأسرة نتاعه مراهي صلي والرجال ونساء وذرالي صغار إلى أخيره ويكبر تكبيرات الإحرام ثم يزيد ست تكبيرات يعني المجموع في الركعة الأولى سبع تكبيرات بما فيها تكبيرات الإحرام وبعدين الركعة في السنة في الركعة الثانية ست تكبيرات بما فيها تكبيرت القيام ما ديكراك أني سارك عثم زوروث يعني سيستوجود ويسين مركعة عثم زوروث أدين الله أكبر باش هذيك ركعة في السنة وست ديارلو خمسة المجموع ست تكبيرات هذا مكان موريخ ذي مرة خطبة العيد لا حرج بعد ذلك لا حرج ما يخذ ميت الله يباريك متيخ ذي مرة لا حرج إما الظلني بذن كل يون وحدث أما ذرقزة ما تصمتوثة ما مزيئة ما مقر نغا الظلن جامعة هذه قدميون سجرقزة ندخن تواشولت هذه الظلية سنك تواشولت أماكن الظلطة الظليث اللي عيدني مش طوحي يا عبدان وإن شاء الله ربي سبحانه أذي قبل ربي سبحانه عز وجل وأنه كثير من التكبير والتهليل والتسبيح وذاكذا غايث مثلني لقى المحاذرة عنه ولا لما هذه المحاذرة يعني مراعاة التدابير الاحترازية التي شرحها وبينها بيانا وافيا الأطباء والعاملون في مجال حفظ الصحة صحة الناس نكون يا ربي سبحانه قال في القرآن فاسأل به خبيرة وربي قال ولا ينبئك مثل خبير والخبراء تكلموا لابد من نزول عند رأي الخبراء باش العيد إن شاء الله يفوت بسلم وبسلام وبأمن وبأمان وكذلك الأضحية من يستطاع ضحي هذه السنة المؤكدة لقدر يضحي ضحي عنده الوسائل عنده خروف عنده التويل وكذا ولا مجموعة من الناس يعني يشتركوا في البقر يعني أكثرهم سبعة أو أقل من سبعة يشتركوا هذا أيضا أمر جايز ولكن فقط مع مراعاة شروط النظافة مع مراعاة الشروط الصحية الوقائية عند استخدام أدوات الذبح مثلا النحر عند السلخ كذلك وعدم تجمع مجموعة كبيرة يعني كما ألفنا وهذه عادة حسنة ألفناها والحمد لله يخضرها الصغار والكبار أحيان والرجال والنساء ولكن هذه السنة ظروف استثنائية لابد من مراعاة الشروط الصحية يعني ونحن نؤدي هذه الشعيرة من شعائر الإسلام إن شاء الله العيذة ذيلي ذي العيذة مربوح إن شاء الله ذي العيذة رديوين لهنا رديوين إن شاء الله ثالويث رديوين الشفاء رديوين يكون خير إن شاء الله بلا حدود هذه هي الرسالة الثالثة بالنسبة ليوم العيدي رسالة الرابعة اللي هي صلة الرحم صلة الأرحم سمحوا لي هذه مطلوبة نبينا صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش وقال في حديث آخر ليس الواصل بالمكافي صلة الرحم وهو ربي ثماثناثي ثماثين يعني مع مراعة دائما التدابير المذكورة كل ذلك مطلوب يتحقق فالميسور لا يسقط بالمعسور هذه قاعدة فقهية ذهبية الميسور لا يسقط بالمعسور ما تيسر نديروه وماتا عسر منديرو شرب سبحان ورفع عن الحرج قال وما جعل عليكم في الدين من حرج صورة الحج الآية ثمانية وسبعين وفي صورة البقرة الآية مية خمسة وثمانين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن إخواني أخواتي لابد من الاجتهاد في تطبيق هذه النصوص وهذه التعليمات وهذه الإرشادات القرآنية والنبوية الشريفة هذا أيث مثل ثم صلت صلات الرحيم صغازال مدينان في عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافية المعنى يسمون صدفارة فغنان تلني ون الهوارة فينا كنس هدون ورنؤرث فنو يسلوغون ورث زيزدي أحيين كودي سلمارة فلسلي ما عرف اللاس ودي سولار سوال غرخاطي أما الساعد بوين زوارن وخيروهما الذي يبدأوا بالسلام أنعمه أما الساعد بوين رايزوين غالخير رايزوين غالصلاة الرحيم إلى قصنف كزال فذين تصر ما يثمثن في سمثين انتسوهود بزاف ذي لوموراقين الرحيم شحانت وشوين لكفضان تفضى تساد ويثير الخلاف ذا مقران السباث ماشي ذيوث ولكن الخلاف مقار مليح قارنس قفاليث إيشري إيغلف ثفوت إيلا وان داتسيد إيشري إيغلف ثفوت أرحمنا تعاني معاناة شديدة يعني كما ورد في الحكمة اتسع الخرق على الراقع أنا عميه اتسع الخرق على الراقع لماذا؟ لأنه كتشوف يعني هذه النزاعات وذيك الخلافات التي لا حصر لها أسبابها كثيرة لا تحصى ومعظمها تافها ولكنها وقعت الكثير منها وصلت إلى أروقة المحاكم والكثير منها لم تصل والكثير منها سيصل تمزقات تشققات خلافات لا بد أن نستثمر هذه الأيام المباركات وهذا العيد المقبل وعلينا عيد الأضحى المبارك نستثمر فرصة عيد الأضحى المبارك للتصالح ربنا قال والصلح خير للتصالح والتسامح كل ذلك مطلوب لكي نستحق رحمة الله فينظر إلينا بعين رحمته جل جلاله الرسالة الخامسة والأخيرة التضرع إلى الله بالدعاء التضرع إلى الله بالدعاء مع حسن الظن به ربنا سبحانه أمرنا بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني استجب لكم والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف الدعاء مخ العبادة وفي رواية أخرى الدعاء هو العبادة لابد أن نستثمر في هذه الأيام المباركات وفي يوم عيد الأضحى المبارك الدعاء الدعاء نتقرب الله عز وجل نتضرع إليه ليرحم موتانا ويرزق الشفاء لمرضانا ويرفع وباء كورونا وسائر الأوبئة عن البشرية قاطبة ويسر أمورنا ويصلح ذات بيننا كل ذلك ندعو به الله عز وجل ونحتاج إلى أن يدعو بعضنا لبعض وسبحنا اللي يدعو الملائكة ويقول له آمين ولك مثل ذلك ذلك الملك الملك اللي يكون معاه يقول له آمين ولك مثل ذلك أنت تدعي بشر لبشر ولكن الملائكة تدعو لك إذن هذه نحمة من نعم الله عز وجل علينا جميعا و الآن إذن هذه نحمة تستمتعين الآن أفضل جميعا ولكن نغفل في الدعوة الخير الدعاء ربما يتجعل الملك لنغفل لـ في الدعاء الله عز وجل ونغفل لنغفل لركي الدعاء لأن التدعاء الى الصفضاء اليوم أيضا نغفل نغفل ونغفل نغفل ونغفل النغفل نغفل البلاي جدا الهلاك ثويال إلى قنذ عصوات خاطر أذرققني ولوان واذي شبحانه أذيذ دين ولوان واذي شبحانه واذهما وان وربي سبحانه أديق خاطر مسدي وعذن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذه الأحوال الشريفة وهذه الظروف الفاضلة لابد أن نحسن استثمارها في ختام أقول لكم عيدكم مبارك العيد من ذام ربوح إن شاء الله وأدعو الله عز وجل بلساني اليقين أقول وبالله التوفيق اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترحم موتانا وموتى المسلمين وأن ترزق الشفاء مرضانا ومرضى المسلمين جميعا وأسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء هذا المرض عن البشرية قاتلة وأن يغير حال البشر إلى أحسن حال اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم اصطرنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم 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 إني أسألك باسمك الأعظم أن تؤلف بين قلوبنا وأن تصلح ذات بيننا وأن تزيدنا إيمانا وتقوا ويقينا وألفة وأخوة ومحبة وسعادة اللهم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان فأعنا على طاعتك الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين